نظمت في الأيام الماضية بقصر الخامس عشر من يناير جمعية برية للثقافة والتنمية بتعاوني مع جمعيات المجتمع المدني حملة توعوية ضد التعصب القبلي والعنف الممارس ضد المرأة تقرير هارون أبا أدم للمرأة الثانية بمبادرة من جمعية برية للثقافة والتنمية وبتعاوني مع ثلاث جمعيات أخرى وهي جمعية المسيرة الكبرى لتوعية الشباب جمعية الأمل الصحية ومنظمة النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب انطلقت الحملة الكبرى ضد التعصب القبلي والعنصرية ومحاربة العنف الممارس ضد المرأة وقد شهدت المناسبة عدة مدخلات ركزت على ضرورة احترام القانون والمبادئ العامة التي تضمن للبشرية الكرامة والحقوق الأساسية بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي وأن الاعتراف بالآخر يعتبر احترام حقوق الإنسان وقد أكد المتعاقبون في الحديث أن هذه الحملة ستشمل مناطق عدة ومراكز التربوية وثقافية بهدف نبذ العنف والتطرف والقبلية والسعي إلى توحيد صفوف أبناء الوطن إيمانا منهم بأن الوحدة الوطنية تعد ركيزة أساسية لدعائم التنمية ترجمة نانسي قنقر